هذا من الايمان باليوم الاخر الركم الخامس من اركان الايمان قل من الايمان باليوم الاخر يتضمن الايمان بكل ما يكون بعد نعم السراط المنصوب لصعاف السلام على متل جهنم على ما وردت الاثار والميزان اهل السنة والجماعة صلى الله عليه وسلم يكون منهم يؤمنون انه ميزان حقيقي له كفتان وله لسان على ما ورد في بعض الاثار هذا الميزان توزن فيه الاعمال هذا الاصل وقد يوزن العامل كما ابن مسعود رضي الله عنه وقد توزن الصحف كما في حديث الدفاع الاصل ان الاعمال توزن كيف الله معلم امنا وصدقنا وسلم وقد يوزن العامل وقد توزن الصحف نعم الجنة والنار مخلوقتان الجنة والنار مخلوقتان نعم موجودة نعم موجودة وعدة للمتقين صلاة من الفضل نعم لا تفنيان النابل ولا تفنيان النابل قل من الله سبحانه يوزن العامل مخلوقتان نعم لكن الله سبحانه وتعالى قدر وقوع الشر والكفر والبدأ والمعاصم صحيح؟ لحكمة أراده الله ظهر الفساد في البل والبحث بما قسرت أهل الناس ليذيقوا البعض الذي عاملوا الغاية والحكمة لعلهم يرجعون الآن لو كان لا يوجد شبهات لا يوجد ظلال لا يوجد شرق لا يوجد كفر لا يوجد شهوات كان كل الناس أمتقوا حكمة أرادها الله لا يسمع عما يفعل وهم يسألون مفهوم؟ نعم إذن من حين أن الله سبحانه وتعالى قدر وقوع الشر والبدأ والمعاصم سابق ترضى بهذا لكن من حيث أن الله سبحانه وتعالى أمر بما؟ بالبراءة من الشرك أهلي صحيح؟ نعم وبأننا نجع الكفار ونأمرهم بالدخول للإسلام وكذا هذا أمر آخر نعم 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 إذا لابد يصل الصلاة كاملة بشروطها وأركانها واجباتها ومكملاتها وتنتفي عنها الموانع المقلعة صح إذا استطيع أن يأتي بالعمل كامل لابد أن يأتي به كامل طيب قال سنة المغرب أنا أصلي سنة المغرب وراق على الفاتحة لماذا؟ قال هي سنة لو ترى صلاة سنة المغرب عليه شيء لا قال أنا أصلي في ذوكرة فأنا يقول لا ما يسع إن أن تصلي الصلاة كاملة لأن الفاتحة ركل من أبتع الصلاة في الفريضة وفي النافذة ما يسع أن تصلي على ما تحج تمام إذن هذا إذا استطيع على الفعل كاملا لابد أن يأتي به كاملا تمام لا يقدر أن يأتي بالفعل سقط عنه إذا أمرتكم بأمر فأتوا منهم ما استطعت تمام يعني قال أنا الآن لا أستطيع أن أصلي قائمة نقول صلي جالسة إذن سقط عنه قيام ماذا؟ للعذف والفريضة تمام إذا كان يستطيع أن يأتي ببعض الفعل دون البعض الأخر ننظم إذا كانت العبادة تتجزأ جزأناه والذي يقدر عليه يأتي به والذي لا يقدر سقط عنه وإذا كانت العبادة لا تتجزأ سقط عنه مثال الأول الذي يتجزأ قال أستطيع أن أقوم في صلاة المغرب مقدار ما أقرأ نصف الفاترة ثم يأتي ألم شديد عندي نقول إذا جاء الألم الشديد ماذا تصنع؟ تجلس ذهب الألم تقول لأن العبادة تتجزأ عندنا هنا تمام قال أستطيع أن أصوم من الفجر إلى الظهر أما من الفجر المغرب لا أستطيع السياح إذن العبادة هنا لا تتجزأ سقط عنه السياح إذا كان مرض يرجى برؤه يأخذ وإذا كان مرض لا يرجى برؤه يطعم عن كل يوم مسكين مفهوم؟ هذا الاستطاع فإذا يستطيع عنه الفعل كامل يأتي به كامل لا يستطيع سقط عنه يستطيع عن البعض دون بعض وأن فيه تفسير تمام عندي سؤال هل كلفنا الله سبحانه وتعالى بما نستطيع أو بما لا نستطيع خطأ نستطيع خطأ لا نستطيع خطأ من؟ من يأتي بالجوار ونفسه بما نستطيع بما نستطيع كلفنا الله بأقل مما نستطيع كم صلاة نستطيع تستطيع أكثر؟ تستطيع كم شهر نستطيع؟ تستطيع أكثر؟ تستطيع صح أولا إذا مكلفنا الله بأقل مما نستطيع ومع هذا جاء رخص رخصة تخفيف رخصة تأخير رخصة إسخاط سحيح رخص لماذا؟ لأن هذا الدين يسل يقول الشيط العثمين رحمه الله وعلى هذا دين سعر رحمه الله جميع يقول كل فترة فيها تيسير هذا دليل على أن هذا موافق للشرح كل هذا وكل فتوى فيها تأسير على في علامة أن هذا الفتوى ليست من الشرح لأن الشرح دين يسل يسل لكن لا يأتي إنسان يقول أترك الشريعة وهذا يسل لا التيسير لابد أن ينضبط بماذا؟ بالشرح لأنه ممكن يأتي إنسان إلى المنطق يخفف عليه قرأ في يوم الجمعة مثلا في الفجر بالسجة والإنسان تخفيف نعم ماذا تخفيف؟ لأن هذا السنة مفهوم؟ لأن الضابط عندنا مو على ما أقول أنا أو هذا لا الضابط عندنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم أفو نعم